رجعنا مع الجزء الثاني وهو الخمس مكملة الطبيعية بيدعموك تتخفض السكر التراكمي إذا حضرتوا الفيديو السابق خبرتكن عن خمس خطوات حياتية مهمة تنخفض أشباقة أنسة اليوم رح نكمل وراحكي عن خمس مكملة طبيعية فيكن تستعملوها تتدعموا فحاتكن أكتر مكمل الأول القرفة القرفة مش بس بهرات طيبة عندها قدرة بتحسن استجابة الجسم للإنسلين يعني بتخلي السكر يفوت على الخلايا بطريقة أسهل وما بيضل يبرم بالدم ففيكن الدفوع على القهوة، اللبن أو حتى بالطبخ بيربيرين يمكن سمعتوا عنو بيسموه الميتفورمين الطبيعي دراسات كتيرة بيانت انو بيخفض الأشباة عن سي و بيساعد انو يحسن حسيت الأنسلين بس لازم تيتاخد بجرعة مدروسة واستشارة إذا عندكن أدوية تانية فيتامين دي، هذا الفيتامين مش بس للعظم، اللي علاقة مباشرة بالإنسلين إذا عندكن نقص بفيتامين دي، غالباً السكر بيضل أعلى أكتر فمهم إنو ينفحص مستويه ويتاخد كمكمل إذا لازم الأمر مانيازيوم، مانيازيوم بيهد الأعصاب ويساعد الأضلات فكمان إنو دور بتنظيم مستوى السكر لأشخاص اللي عندو نقص مانيازيوم، عادةً بيكون عندو مقامة إنسلين أعلى الوميغا 3 من أقوى مضادات الإلتهاب والإلتهاب هو واحد من الأسباب يلي بتخلي السكر والإنسلين يضلوا عاليين فيكن تاخدوه من السمك الدهني أو من مكمل غزائي نزكركم وبدأ نزكركم إنو المكملات لحالة ما بتكفي لازم نمشي مع أكل صحي حركي ونوم وعدم استرس إذا جمعنا بين الخطوات والمكملات تصدقوني الفرق بح يكون مواضح بنزور الأشباء أسي جربوا وشاركوني تشجبتكم بالكومنت